يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له في القول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يضبعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفزر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسازد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه الحمد لله الذي هو ثقتنا عندما تنقطع عنا الحيال الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والسلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماع مناموكو سلاما إلين تا الديني مسلون السلام عليكم ورحمة الله إن أمنى بركة دوا نلوكة أخي كم ونن أزومي وتعامي الألبار أخي كم ونن أجمعين اللام لوقن سرقية أمسا منا إباد أخي قبل التفسير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة